إلى هذا المركز الصحي القريب من سكنها تحمل الأم زينب ابنها حديث الولادة بغرض تلقيح رغبة في تمنيع رضيعها ضد الأمراض تجعلها حريصة على عدم تفويت الموعد في أيامه الأولى بالوجود يحصل الرضيع على التطعيم الأول في جدول اللقاحات اليوم جيت ندير أول جلبة في سبيطار رياض وعدم الطاع عندي الوليد عندي 12 يوم تلتلو الجلبة حتى مهمة وضرورية في حياتنا ضرورية حتى ندير الجلبة كتحميل بزفة الأمراض واليوم شرحوا لي الممرضات كيفاش نتعامل مع الوليات وبالرضاع الطبيعية ضرورية في حياتنا ومزيانة كتحميل بزفة الأمراض هذه فرصة لتعزز الطيقة المواطنين مع تلقيح ومع أهميته في الحماية من الأمراض المعذية وكذلك ضرورة التزام بالجدول الوطني ولا شك بأن هناك أهمية كبيرة تلقيح وخير دليل هو الوباء كوفيد 19 الحمد لله بالفضل لتلقيح رقدنا نرى خطوات كبيرة التي رجعتنا تدريجيا للحياة الطبيعية بالمجان توفر اللقاحات في كل ربوع المملكة باعتبارها ضرورية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها ويعتبر الاحتفال باليوم الوطني للتلقيح فرصة لتعزيز ثقة المواطنين في أهمية اللقاحات والمساهمة في التشجيع على استخدامها للحماية من الأمراض مع ضرورة الالتزام باحترام الجدول الوطني للتلقيح وتسليط الضوء على الحاجة لاستكمال تلقيحات الأطفال للمحافظة على التقدم المحرز في مجال التلقيح على الصعيد الوطني التلقيح تعتبر من أهم تدخلات الصحية التي كانت في القرن الماضي والتي كانت احتفال الفترة الزمنية وتلقيح عندهم جموعة عديدة لمستويات حينما تتكلمنا على تلقيح الأطفال تعتبر بأنها تلقيح هذه الأطفال في المغرب من البرامج المهمة دي الوزارات الصحة والتي تأخذ الدعم مهم من الطرف المسؤولين على هذه القطاع تلقيح في المغرب وصل للمستويات جد مرتفعة من حيث أنه وصلنا للمستوى التلقيحي جد مرتفع وتم فضل هذا المستوى القضاء والسيطرة على مجموعة الأمراض المعدية والتي تتدي في الماضي الوفيات والإعاقاء والمراضة عند الأطفال ويعتبر المغرب من الدول الرائدة التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها عبر الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني في جميع المراكز الصحية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية والتقنية الاستشارية للتلقيح